في سياق نتميز باستمرار ضعف وثيرة الأنشطة غير الفلاحية وبجحسن الاحتياطات الدولية بنك المغرب يقرر خفض سعر الفائد الرئيسي من 3 إلى 2.75% الإعلان عن هذا القارى الذي قد يدفع الأبناء كلمزيد من تسهيل شروط منح القروض جاء في ندوات صحفية وقد تعقف الشمائي لمجلس بنك المغرب قرر المجلس البنك على أنه يخفض سعر المديري البنك المغرب من 3% جوج 5.75% إذن نقص باربع نقط هذا لذا نتبع هذه القرارات البنك سيكون لدينا اجتماعات مع البنك سنحتوم على أن هذه القرارات يستفيد منها المقاولات ويستفيد منها الناس الذين يتعاملون مع البنك وبخصوص النمو الاقتصادي يتوقع حسب ولي البنك المغرب أن تصل نسبة النمو في هذه السنة إلى حوالي 2.5% أخدا بأي الاعتبار التطورات الأخيرة للمؤشرات المتوفرة خلال السنة مع ارتفاع ناتجة داخل الإجمال غير الفلاحي بحوالي 3% ترجمة نانسي قنقر